كان غير هذا الوضل كيف يفرقهم انظمي العسكر ديال الجزائر خطنا الجزائريين هانتو هادو هادو الاخر القشلة ديالهم يعني العسة ديالهم وهنا اونفاس كان المغاربة هانتوما الدرابوت المغربة ها ها هنا المغرب كان غير هذا الوضل كيف يفرقهم هانتوما انظمي العسكر ديال الجزائر ها خطنا الجزائريين هانتو هادو 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 الاخر القشلة ديالهم يعني العسة ديالهم وهنا اونفاس كان المغاربة هانتوما الدرابوت المغربة ها 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 هنا المغرب اذا متابعنا كلام كمشهد من خلال هذا المشهد الذي وفق في الحدود ما بين المغرب وما بين حضيرات الجزائر لنقاط الحراسة حرص الحدود التابع الواحد تابع للقوات المسلحة الملكية المربية والاخر تابع للجيش ديال القوات ضاربة الجيش للميزانية دياله 25 مليار دولار جيش دولة النفط والغيس جيش حضيرات الجزائر وراكم شتوب طبيعة الحال وهنا لا تصيح المقارنة الجنود ديال جيش حضيرات الجزائر ديال اللي هم الميكاك حلا مغطي اللي هم حد شابولة بالميكاك حلا بينما نقاط المراقبة في الجانب المغربية ثم شتوب بنايات أمور اللي كتحتارم المعايير ديال الجنود ديال حماية الجنود ديال المعايير السلامة معايير الحماية معايير كل شيء كنتفتوا الفرق فرق كبير وهنا بطبع الحل حينما نتحدث ونقول على أن الجيش رمشي وتشري سلاح الجيش مشي وتشري سلاح وتغرقها سلاح خردة وتجيبها وتدربها استعراض هذا ليس هو الجيش الجيش وهو أنك تكون الجندي الجيش وهو أنك تدرب الجندي أنك تحميل الجندي أنك توفر حتى الأمور المتعلقة بالظروف الاجتماعية ديال الجندي ليس فقط أنك تقول عندي ميزانية ديال 25 مليار دولار وغد نمشي الروسي عن شي سلاح ومشي عن الصين شي سلاح ونجن دير السعرات فوحي النوفمبر ونحن قوة ضاربة تقاشر إفريقيا بالله عليكم هذا اللي واقف في الجانب الجزائري ومغطي تحت الميكة الكحلى كي يشوفوا الجانب الآخر كي يشوفوا الجنود المغاربة كيفاش عايشين وكيفاش الوضعية ديالهم والنقاط المراقبة ديالهم كيفاش ديرا وشهد الجندي الجزائري ماشي غدا يحقد ماشي غدا يحقد على نظام حضرات الجزائر اللي معيشة عيشة الزفت ويجعل داره ويجعل الأسرة دياله ويفتح القنامة الجزائرية ويبدأ يسمع في الخرطي وفي الأساطير على المغرب المغرب فيها الفقر المغرب فيه كذا المغرب فيه كذا والمظاهرات والاحتقان الشعبي ومعرف شونه كتفتح القنامة الجزائرية تسمع نهار كامل ليل ونهار ويجعل الجندي نقطة المراقبة دياله ويجعل جنود المغاربة بيخير مع رأسهم ويجعل الوظيفة بيخير وما إلى ذلك من هذه الأمور والفيديو لكي نتأكدون بأن الفرق بين الجيش المغربي والجيش ديال حضرات الجزائر ليس هو الفرق ديال الميزانية أدوك عنده ميزانية ديال 25 مليار دولار ويحنا 13 ويحنا 14 ويحنا 15 وديرين فيها محالة وحنا قوة ضاربة لا 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 الفرق هو الفرق ديال العقيدة الفرق هو الفرق ديال العقيدة العقيدة القتالية هذه العقيدة القتالية التي هزمت ليس فقط الجيش ديال بوخاروبة في أمغالا وإنما كذلك هزمت كل المعسكر الشيوعي اللي كانوا بغني يجيوا باش ياخدوا لنا الصحراء هذه العقيدة وهذه الروح القتالية اللي كان على الجنود المغاربة اللي ما كنش عن جيش حضرات الجزائر هي اللي خلتنا نحافظ على الأقاليم الجنوبية المغربية طبعا الحالة التضحيات كانت جسام والتضحيات كانت كبيرة جدا والشهداء كانوا بالمئات وبالآلاف الجرحة والأسرة والشهداء وما إلى ذلك لكن في نهاية المعطاف هذه الروح القتالية هي اللي خلتنا على أننا نحافظ على الأرض ونحافظ على الأقاليم الجنوبية المغربية فبالتالي هذا هو الفرق ما بين الجيش ديال دولة أمة عند عقيدة والجيش ديال الحضيرة اللي يتشبتون بالأوهام وبالخزعبلات وبالشعارات وبكذلك البروباغاندا وهذا المسألة ديال اللوجستيك والمسائل ديال توفير الظروف الملائمة للجنود وكذا في حضارة الجزائر غير إشعر غير إشعر كنت أتكلم عن صورة سربت من أحد المقارات والقواعد للقوات الخاصة الجزائرية وهذه الجنود ديال القوات الخاصة مصور للأكل اللي كي يأكلوا في هذه القاعدة وحد الجناح ديال الدجاج محروق وعينه بخامج لعينه بخامج ولا الفريت ما عرف شنه هو وحد الحالة كاريتية حالة كاريتية لكي يأكلوا الخنز في جيش من المفترض أن الميزانية دياله بخمسة وعشر مليار دولار كيفاش خمسة وعشر مليار دولار والجن ديال الجزائري ما عندهش مياكل الجن ديال الجزائري ما عندهش مياكل وأنا في سنة 2021 كنت عندي واحد تجربة جميلة جدا مع الزملاء في منتدى فارماروك مشينا للحزام الأمني ودوزنا على الأقل واحد الأسبوع مع الجنود في الحزام الأمني وشوفنا وصورنا والروبورتاج مازال كينة مزيد من الماء خمسة خمسة الحمد لله طبيعة الحال سابقا كانت الظروف جدا صعبة لكن الآن مع تطور مع ازدهار المغرب والنموه المغرب على كل المستويات خاصة على الصعيد الاقتصادي والميزانية الجيش تزاد لصر فيها على زيادة الأجور الجنود على تحسين الظروف الجنود المسائل الاجتماعية الجنود ونحن نزيد الميزانية لكي يأخذ المال ونحن نقرح 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 وإلا كيف تفسرون هذا الفيديو من الجن الجزائري مخبيه ميكا كحلا ونحن نقرح ونحن نقرح ونحن نقرح المعكل الجنود في حضارة الجزائر حالة كهلتية حالة يرثت لها فهذا الفرق بيننا وبيننا ويلا مؤخرا جالات الملك محمد السادس رأس مجلس وزارة قبل أيام صادق فيها مجددا على زيادة الأجور دي الأفراد القوات المسلحة الملكية المغربية ويستهلوا كتر ومن هذا المنبار كل التحية لجميع أفراد القوات المسلحة الملكية المغربية أينما كانوا سواء في الحزة في الحدود في البر والبحر والجو تحية لهم وان شاء الله نشوفوا زيادة أخرى في الأجور ديالهم لأن لا يمكننا أن نفعوا الحق لهم لا يمكننا أن نشكرهم وبالتالي يستحقوا كل خير بينما في الحضارة 25 مليار دولار والجن للجزائري لا يوجد مياكل كاريتة وتبهديلة بكل ما تحميل كلمة المعنى متابعين كرام أراكم في فيديو قاعدة مع المزيد من التفاصيل